في عالم من الأمل المتلاشي واليأس المتزايد يطل العلاج الخلوي الهندسي كنور الضوء لمرضى لوكيميا الدم الحاد هذه الخدمة ستوفرها وزارة الصحة قريبا لهؤلاء المرضى بعدما أخفقت بهم الجهود الكيموية ولا أمل من شفائهم هو يستخدم لعلاج مرضى لوكيميا الحالات الصعبة غير مستجابة للعلاج الكيموي ويكون عندهم انتكاسات متعددة تحتاج أو تحول للتلطيف فهذه الحالات لها أمل بإذن الله بالشفاء كما أدخلت وحدة زراعة الخلايا الجدعية للأطفال في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال خدمة الفصاد الضوئية العلاجية لمرضى التناحر بعد زراعة الخلايا الجدعية واستفاد من هذه الخدمة سبعة مرضى نيب الكويت عندنا أعداد عالية لزراعة الخلايا الجدعية من متبرع غير كامل اللي هو نصفي فنسبة المضاعفات بالتناحر تكون أعلى فلازم يكون عندنا هذه الخدمة علشان يعني نعالج أثار الزراعة ونتداركها بسرعة قصة ملهمة النجاح زراعة الخلايا الجدعية لعواطف التي كانت تعاني من مرض الأنيميا سردت القصة والدتها وتحدثت لنا عن تحديات الزراعة وكيف تحول الألم إلى أمل تمت الزراعة من أختها كان عمرها سنة المتبرعة تمت الزراعة وكانت ناجحة الحمد لله بدون مضاعفات تحدث المؤتمر عن التجربة الفريدة للمملكة العربية السعودية في وجود سجل لعمليات زراعة الخلايا الجدعية وسجل خاص للمتبرعين الذي ساعد على وضع بروتوكولات عمل للحد من الانتكاسات والمضاعفات في المملكة العربية السعودية والله الحمد فيها أكثر من سجل يتعلق بالخلايا الجدعية عمليات الزراعة وصل أعداد زراعة الخلايا الجدعية في المملكة العربية السعودية تقريبا 700 حالة سنويا سببين 700 بين الأطفال والكبار 160 حالة جديدة من الأورام السرطانية ولوكيميا الدم تم تسجيلها العام الماضي ولكن الإحصائيات المحلية تشير بأن معدلات الإصابة بسرطان الأطفال في البلاد ضمن المعدلات الطبيعية لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت